اسماعيل هنية يزور القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين ترقب لمسيرات العودة الكبرى ودعوات لمشاركة مليونية وتوتر في الشارع الفلسطيني عشية نقل السفارة الامريكية للقدس روحاني يقول ان بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق اذا ضمنت حماية مصالحها مكرون يعرف لترامب عن قلقه الشديد اذا عدم استقرار الوضع في الشرق الاوسط ومسؤول الماني يشدد على صعوبة حماية الشركات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي اهلا بكم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يزور القاهرة ويلتقي مسؤولين مصريين بيان للحركة قال ان الطرفين بحثات تطورات متعلقة بالشأن الفلسطيني والاقليمي بالمقابل يترقب الشارع الفلسطيني مسيرة العودة الكبرى مع توقعات بمشاركة المليونية والشارع ايضا يشهد توترا عشية نقل السفارة الامريكية للقدس من الملف الفلسطيني نفتح ملف الازمة التي خلفها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني تؤكد طهران انها ستظل ملتزمة بالاتفاق اذا ضمنت حماية مصالحها في حين اعرب رئيس الفرنسي ماكرون لترامب عن قلقه شديد زاء عدم استقرار الوضع في الشرق الاوسط بينما شدد مسؤولنا المانية على صعوبة حماية الشركات بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي هذه اذا ملفاتنا لوراء الحدث لهذا المساوى التي نناقشها بعد هذا الفاصل ابقوا معنا اهلا بكم من جديد نفتح ملفنا الاول اذ قالت حركة حماس ان وفدا قياديا غادر قطاع غزة الى القاهرة في زيارة قصيرة بناء على دعوة مصرية الناطق باسم الحركة فوز برهوم قال ان الوفد الذي ترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية توجه للقاهرة للتشاور حول اخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والاقليمي فما الذي حملته هذه الزيارة وكيف تكون انعكاساتها وفد قيادي من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية باحث مع مسؤولين في القاهرة اخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والاقليمي هذه الزيارة جاءت في وقت تداعت فيه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لوضع النقاط على الحروف مع استمرار مسيرات العودة الكبرى التي ستشهد مشاركة واسعة اطلق عليها مسبقا بالمشاركة المليونية المتوقع ما يرى العالم ستكون هناك حشود هادرة وزحوف مليونية لمواجهة هذا القرار الجائر الامريكي والظالم الذي يمثل الحيازا للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية ان امريكا هي شريك كامل للاحتلال الصهوني في هذه الجرائم مشاركة تعبر عن حق لن يساهل الفلسطينيون حتى وان سلب لسنوات طويلة فنقل السفارة هذا يأتي قبل يوم من الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية المطالبة بكسر الحسار وكذلك رفض فكة الوطن البديل وما تلاها من صفقة القرن لذا ندعو ابناء شعبنا للاحتشاد في يوم الرابع عشر من مايو في كل ارجاء فلسطين وفي كل المدن والدول المجاور لها لنرفض معا نقل السفارة ونرفض معا الحسار وفرض على ابناء شعبنا في قطاع غزة منذ 12 سنة زيادة التحضيرات العسكرية الاسرائيلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة تنذر بخطورة المرحلة القادمة مما دعا المستشفيات في القطاع لانشاء وحدات طبية اضافية فرؤية المراقبون لسائر الاحداث تنذر بامكانية وجود مواجهة مفتوحة اعتقد المواجهة المفتوحة هي الاكثر احتمالا لكن لابد من الاشارة الى عامل يجعل التصعيد الاسرائيلي تحت السيطرة وهو العامل المتعلق بالطابع الاعلامي والرسالة الاسرائيلية الى العالم حول نقل السفارة الامريكية من تل البيب الى القدس يشاروا الى ان الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى واعلنت عن جدول الفعاليات المقرر ليوم الرابع عشر من مايو ايارا داعية جماهير الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده للمشاركة الفعالة بها وجددت الهيئة تأكيدها ان مسيرات العودة شعبية جماهيرية ذات طابع سلمي داعية المجتمع الدولي الى الاصغار لمطالب الشعب الفلسطيني المتمثلة بالتمسك بحق العودة ووقف نقل السفارة الامريكية للقدس ورفع الحصار عن قطاع غزة ورفض ما يسمى بصفقة القرن للحديث اكثر حول هذا الموضوع ارحب بضيفين من القائرة رئيس القسم السياسي في الاهرام والمختص في شؤون الفلسطينية السيد اشرف ابو الهول ومن غزة رئيس مركز بيت الحكمة للدراسات الدكتور احمد يوسف مرحبا بكم مالا وابدأ معك دكتور احمد في غزة زيارة سريعة وخاطفة لعدد من قيادات حماس القاهرة ولقاء بعدد من المسؤولين المصريين ومعلومات قليلة وشحيحة اخاطت بهذه الزيارة وبيان جاء بصيغة ايضا تبعث على التسولات بالحديث عن زيارة بسريعة لبحث القضايا الفلسطينية والاقليمية بين الجانبين باعتقادك ومن خلال اطلاعك اليوم على كل هذه التحركات ما الذي حملته هذه الزيارة تحديدا في هذه اللحظة الدقيقة للفلسطينيين فيش صوت ألو فيش صوت طيب يبدو انك ما عم تسمعلي لسه دكتور احمد سعود إليك بعد قليل أدى بل القاهرة للسيد اشرف ابو الهول سيد اشرف مساء الخير مرحبا بك معنا من الجديد باعتقادك كيف بالإمكان قراءة هذه الزيارة سواء بالشكل الذي جاءت عليه سريعة وخاطفة ومختصرة وأيضا في التوقيت التي تأتي فيه كذلك يعني بداية من الملفت أن هذه الزيارة ربما كانت أسرع زيارة في تاريخ العلاقات المصرية الفلسطينية لوفد فلسطيني المصر خرج السيد اسماعيل هنية صباحا وبدلا من أن يأتي كالمعتاد بالطريق البري بسيارة جاء بطائرة عسكرية وفرتها القوات المسلحة المصرية وعاد بطائرة عسكرية وقضى وقت قصير في القاهرة مع سيادة لواء عباس كامل القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات المصري وهذا مؤشر على مدى أهمية هذه الزيارة والطابع العاجل لها لم يدعى السيد هنية إلى مصر منذ يومين أو ثلاثة أو خمسة وإنما جاءت الدعوة مباغتة ربما كان هذا لأنه يوجد مستجدات هذه المستجدات رغم أنه لم يتم الكشف عنها لكن أعتقد أن هناك رسالة إسرائيلية شديدة الأهمية يعني صرعت مصر بنقلها لحماس انتظار لرد حماس لأنه هناك خشية من أن تفلت الأمور في الأيام المقبلة في مسيرات العودة الكبرى التي ستبدأ جدا وهناك تهديدات إسرائيلية صريحة بالتصعيد العسكري الأقصى درجة ولذلك مصر صرعت بالقيام بهذه المهمة حفاظا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وحتى الآن لم يصدر شيء لا عن الجانب المصري ولا عن جانب حماس وتوقع أن لا يصدر أي شيء إلا عندما يكتمع السيد اسماعيل هنية مع بقية قادة الحركة ويعرض عليهم ما تم طرحه في محادثاته في القاهرة لكن كما قلت يبدو أن الأمر شديد الأهمية والأمر عاجل وبالنسبة لمصر هذا الأمر في صالح الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف من ظروف ما رأيك دكتور أحمد دلالات هذه الزيارة شكلا وتوقيتا كذلك لا شك أنه شكل الزيارة بتعني هذا الاهتمام المصري الكبير وسرعة وضرورة اللقاء العاجل للحديث حول التطورات والمستجدات التي ربما تطرأ غدا وكلها ردات فعل كبيرة على مستقبل الوضع في قطاع غزة لا شك أن مصر كانت حريصة أن توصل رسائل يعني مهمة جدا للإخوة في قيادة الحركة وحتى يتم تداولها مع الإخوة في اللجنة الهيئة الوطنية العليا لأن هذا القرار في النهاية صاحب الولاية عن كل هذا الفعل هو الشارع الفلسطيني لكن أيضا فصائله الوطنية والإسلامية مسؤولة بالدرجة الأولى عن متابعة تطورات مثل هذا الحدث مصر أبدأت هذا الاستداد مشكورة للتواصل مع الإخوة وخلقت مشهد يعني إعلامي يعبر عن قضية أهمية مثل هذه الزيارة وأهمية هذا اللقاء وما جرى داخل هذا اللقاء الكل بيعلم بالتأكيد يعني في الفترة الأخيرة كان هناك أيضا تواصل من جهات غربية محاركة حماس حتى لا تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة التي لا يمكن أن يتحكم فيها أحد يعني حماس صح هي جزء من هذا المشروع مشروع مسيرات العودة ولكنها لا تمتلك كل القدرة على التحكم في الفعل لأن هذا الفعل فعل الشارع الفلسطيني وبالتالي ما يمكن أن يطرأ سقف التوقعات عالي غدا أن تكون فعاليات كبيرة جدا وأيضا أن تكون ردات فعل من الجانب الإسرائيلي كبيرة لأن هذا الحدث بالنسبة للشارع الفلسطيني بمس عصب المزاج الوطني الفلسطيني متكلم عن الذكرى السبعين للنكبة وأيضا بتحدث عن نقل السفارة الإسرائيلية للقدس وهي حدثين هامين يعني أعتقد أن ردات الفعل ستكون كبيرة في الداخل الفلسطيني بالتالي دكتور أحمد وسط هذه المحاولات ووسط هذا الحديث الذي أشرت إليه بأن حماس هي جزء من هذه التحركات وليست الجزء الأكبر والأبرز والضابط لكل اللقاء هل أفهم من كلامك بأن القراءة في غزة هذا المساء حول التطورات غدا تظل فيها السيناريوهات قائمة أو مفتوحة على كل الاحتمالات حتى منها احتمالات الانفجار أو الانفلات كما يحذر البعض أنا أعتقد أن الفعل سيبقى حدثا تاريخيا يوما مشهودا غدا سيكون في ذكرى النكبة وفي ذكرى أيضا الرد على الموقف الأمريكي وهذا الاستهجان في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وتجاهل إيجاد حل لهذه القضية الفلسطينية غدا سيكون سقف التوقعات عالي جدا ردات الفعل المحتملة أن تكون كبيرة وأعتقد أنه سيكون هناك ما يبقي هذا اليوم هو يوما مشهودا في تاريخ القضية الفلسطينية فأنا أعتقد غدا سيكون يوم له ما بعده والتصعيد والتوترات كبيرة جدا وأعتقد أنه بشكل أو بآخر ستكون هناك إصابات لأن حجم الغليان الموجود في الشارع الفلسطيني هو غليان كبير يوم سيكون له ما بعده سيد أشرف في القاهرة لكن هل باعتقادك بالإمكان الحفاظ على هذه الصيغة وعلى هذه المعادلة وفق المناخ والقراءة السائدة كذلك في القاهرة والرسائل الهامة التي جرى الإشارة إليها اليوم هل بالإمكان الحفاظ على هذا المبعد لهذا اليوم مع الحفاظ كذلك على فاتورة وأكلاف ليست بالكبيرة في صفوف الفلسطينيين باعتقدك يعني أنا أتفق مع الدكتور أحمد يوسف في أنه مثل هذه الأمور قد لا تستطيع حماس التحكم فيها بشكل كامل هنا يعني يشارك في المشهد مجموعة من الفصائل وهذه الفصائل وهناك أيضا شباب شباب لديهم حماسة ويعني رغبة فيه الصقر من سنوات الاحتلال السبعين وسنوات النجبة وسنوات التشرد وبالتالي فالحفاظ على أي صورة من الصور خلال الأيام القليلة المقبلة أمر في غاية صعوبة ولعلنا رأينا نموذج ما حدث يوم الجمعة الماضي في حالة الهجوم التي حدثت على معبر كرم أبو سالم وتدمير الجانب الفلسطيني منه وهو ما أدى إلى وقف إمدادات الوقود والحصمة وغيره ربما الأجل غير مسمى هذا كان مجرد نموذج لكن ماذا قد يحدث عندما يندفع عشرات وربما مئات الألاف إلى الحدود خلال الأيام القليلة المقبلة من الذي يضمن أن لا يكون بينهم يعني عناصر سلفية متشددة تحاول أن تصطدم بالإسرائيليين تحاول أن تهاجم مستوطنات وما إلى ذلك هنا قد تحدث كارثة للجميع لأن إسرائيل تخشى وتخاف مما يحدث والخائف قد يفرد في العنف والإرهاب وبالتالي قد يحدث سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحة المسألة إذا كانت مجرد عمليات مسيرات محدودة العدد يتم السيطرة عليها لكن عندما تخرج أعداد كبيرة لا أحد يضمن ماذا سيحدث وبالتالي قد تخلط الأوراق خلطا كاملا وحسب المعلومات المتدولة إسرائيل لديها سيناريوهات صعبة جدا منها سيناريو أنه إذا شعرت بأن الضغط كبير عليها على الحدود ستهاجم في العمق والسيناريو المتاح الأكثر هو القناصة الموجودين على الحدود وسيناريو استخدام أنواع سيئة جدا من الغازات ضد المتظاهرين السلميين الذين سيحاولون عبور الأسلاك إذن لا أحد يستطيع أن يضمن أن تسير الأمور عند وطيرة منضبطة وشبه مؤكد أن الأمور ستنفلت إذا تركت بشكل غير منظم بشكل كبير جدا ولابد أن تكون لكل مجموعة صغيرة مسؤول يستطيع أن يتحكم في حرقاتها وإلا فستكون لها النتائج سيئة وهذه السيناريوهات دكتور أحمد اللافتة اليوم كان بعض المنشورات التي ألقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة بالتحذير من هذه السيناريوهات غدا أو بعضها والتحذير من خطورة الإقدام على تحركات كبرى على الحدود الشرقية إلى غزة لكن كان لافتا في هذه الأوراق أو هذه المنشورات هي الإشارة إلى دور لدى حماس ودور لطهران لتصعيد الأوضاع في المنطقة خطورة هذا الربط أو هذا الاستجلاب الإسرائيلي لدور ما لطهران في هذا الموضوع وكأنه تهيئ للمسرح للجوء لسيناريوهات صعبة وقاسية وحتى استجلاب سيناريوهات إسرائيلية تجري فصولها حتى في سوريا الآن لا شك إن إسرائيل منذ البداية منذ أن بدأت مسيرات العودة الكبرى وهي تحاول دائما أن تعطي الانتباع بأنه هي حماس من يقف خلف هذه المسيرات والحاجة التانية أن هذه حماس هي من يغطي مصاريف وكلفة مثل هذه الجوة دائما حاولت أن تضع حماس في المشهد والآن تحاول أن تضع إيران لأنه هذه هي ورقة الدعاية الإسرائيلية لتسويق أنه أن يقف خلف هذه المسيرات هو جهات موسومة بالإرهاب لدى المجتمع الدولي أمريكا وأوروبا وما إلى ذلك لتبرر حجم الجريمة جريمة الحرب وجريمة بحق الإنسانية التي تقترفها إسبوعيا ضد شعبنا الفلسطيني الذي يتظاهر سلميا يعني هذه قضية كان منذ اللحظة الأولى لافت للنظر قضية تركيز إسرائيل وأنه حماس وراء مثل هذه المسيرات وأنه حماس هي التي تدعم وتحرك رغم أن هذه المسيرات منذ اللحظة الأولى كانت عنوينها شبابية وعنوينها بتعكس أنه كل فصل عمل وطني والإسلامي تقف خلف هذه التطلعات الشبابية لأنه إيجاد حل يعني هذه المسيرات في النهاية تنتظر أن تحقق أهداف معينة لم تحققها حتى اللحظة لم يعد هناك حديث أن يقال أن سينتهي هذا الحصار أو أن سيكون هناك حل للقضية الفلسطينية لذلك أنا أتوقع أنه غدا أن سيكون يوم من ناحية المواجهات وحجم التضحيات يوما مشهودا لكن هذه الذرائع الإسرائيلية دكتور أحمد بشديدة الخطورة وتحمل مؤشرات على تهيئة المسرح الإسرائيلية للدخول في عملية قمع وقتل ربما غير مسبوقة وحتى في أقل تقدير كبيرة ما السبيل فلسطيني لنزع هذه الذرائع باتقادك في ظل أيضا هذا التصدر السياسي لحماس لكل هذا المشهد وهذه الزيارات القصيرة والمقتضبة والعاجلة وحتى حديث فلسطيني داخلي عن هذا الاستثمار لحماس لكل هذه التحركات في الداخل للانفتاح على الإقليم يعني الإخوة في الهيئة الوطنية العليا عادوا التأكيد على قضية سلمية هذه التظاهرات والابتعاد عن أي فعل يمكن أن تستغل إسرائيل لتوجيه ضربات موجعة وإيقاع عدد كبير من الشهداء والجرحة الرسالة واضحة للبتظاهرين أن يحافظوا على سلمية هذه التظاهرات فقوتها في سلميتها لأن أيضا المعركة هي معركة من رأي العام الغربي الذي يعطي الدعم كل الدعم لإسرائيل فنريد أن نوصل الرسالة ونعتقد أن هناك في حضور إعلامي أجنبي غير مسبوك لتغطية مشاهد الحدث غدا وبالتالي إصال الرسالة بأن هذه مظاهرات سلمية وحق لشعبنا أن يصل إلى تحقيق طموحاته نحن نعرف أن هذا المنهج بيأخذ وقت لن تقتصر المسألة على شهر ونص شفنا تجربة جنوب أفريقيا وتجربة الهند وحتى مارثل لوتر كينغ أخذت سنوات طويلة حتى تحقق الإنجاز بتحقيق طموحات هذه المسيرة سيد أشرف قراءة لهذه المحاولة الإسرائيلية لإسقاط دور إيراني ما مزعوم على كل هذه التحركات والسبيل فلسطينيا وإقليميا أيضا لنزع هذه الرواية وتفكيكها يعني بالتأكيد إسرائيل تعلم أن إيران هي الشيطان الأكبر بالنسبة للغرب وبالنسبة للولايات المتحدة تحديدا وبالتالي عندما تروج أن إيران وراء هذه المسيرات وأيضا هي توجه الاتهام بشكل مباشر للسيد يحيى الصنوار يعني رئيس المكتب السياسي للحماس فهي أيضا تستخدم هذه الورقة لتقليب الغرب وتقليب الولايات المتحدة ضد الصنوار وضد إيران وهذه الورقة يعني تأتي أكلها مع الأمريكيين ومع الغربيين بشكل كبير والصورة يعني شبه مقبول بها حاليا في الغرب وفي الولايات المتحدة واعتقد أنها ربما مهدت بذلك لأي رد فعل عنيف ستقوم به ضد المتظاهرين إذا رأت أنهم تجاوزوا الحدود التي يمكن أن تسمح بها ولذلك فأنا يعني أتفق مع الدكتور أحمد يوسف في القضية الهمة جدا التي قالها هو أن الكفاح يعني طويل الأمد الأبناء أو الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا استغرقت سنوات وسنوات من أجل أن تحصل على حقوقها تحدث نظام الأبرطايت تحدث الأقلية البيضاء صارت معظم يعني فعلياتها فعليات سلمية رغم محاولات يعني الأقلية البيضاء الوقيعة بين أبناء البشرة السوداء من قبائل الزول وبقية الجنوب أفريقيين أيضا القصة لن تنتهي في يوم وليلة ولا بد أن تكون الرسالة موجهة للعالم المعركة ليست معركة يعني سلاح ولكنها معركة عقول ومعركة نفس طويل نعم وأي احتلال في العالم نفس وقصير أي احتلال في العالم يعني المستوطن الذي ذهب إلى إسرائيل والمهاجر الذي ذهب إليها ذهب إليها لكي يعيش في مكان آمن في مكان به حياة رغضة فإذا وجد أن هناك مقاومة سلمية وعلى مدى زمن طويل سيحمل حقائبه ويرحل وبالتالي على الفلسطينيين أن يراهنوا على هذه المسألة على النفس الطويل على السلمية على أن لا تجرهم إسرائيل لمواجهة سيخسرون فيها لأن إسرائيل استخدمت قواتها المفرطة ستحدث كوارث ولعلنا نتذكر ما حدث في حرب عام 2014 صحيح لكن ما عدرني سيد أشرف في ظل هذه الدعوات للنفس الطويل عدرني وقت هذا ملف قصير للغاية بل انتهى تماما أشكرك جزيلا الشكر ضيفنا من القاهرة رئيس القسم السياسي في مركز الأهرام والمتخصص في شؤون الفلسطينية سيد أشرف أبو الهول شكرا جزيلا لك وضيفنا من غزة رئيس مركز بيت الحكمة للدراسات الدكتور أحمد يوسف شكرا جزيلا لكم مشاهدين أن هذا بالأفاصل قصير ومثل من أعود لنفتح ملفنا الثاني بقوما أهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني قال رئيس الإيراني حسن روحان إن طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي إذا ضمنت حماية مصالحها من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي في اتصال الهاتفي مع نظير الأمريكي عن قلقه إذا استقرار الشرق الأوسط بعد هذا الانسحاب فهل ستثمر المساعة الأوروبية المتواصلة لإنقاذ الاتفاق وهل يستطيع الأوروبيون الحفاظ عليه بعيدا عن واشنطن حراك دبلوماسي وسياسي مكثف تشهده الجبهة الأوروبية أملا في إنقاذ الاتفاق النووي المبرى مع إيران عام 2015 ورغم تأكيد الجنب الأوروبي في أكثر من مناسبة على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي بل وعدم أحقية واشنطن في الانسحاب من اتفاق تمت الموافقة عليه بالإجماع في مجلس الأمن إلا أن ذلك لم يمنع ألمانيا على لسان وزير خارجيتها من إبداء قلقها من تبعات الانسحاب الأمريكي وتأثيره على الشركات الراغبة في مواصلة أنشطتها في إيران واستوعيد أمريكي بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك برلين وباريس ولندن والتي أعلنت موقفها صراحة بالالتزام بتطبيق الاتفاق النووي والذي يعتبرونه صمام أمان لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ووسط هذا جددت ألمانيا من دعوتها بدرورة موافقة تهران على اتفاق أوسع يتجاوز الاتفاق الأصلي ويشمل دور إيران في المنطقة لا أتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبة الأمريكية من الواضح أنه لا بد وأن تكون هناك حوافز وهذا لن يكون أمرا سهلا بعد القرار الأمريكي تصريحات تأتي قبل يوم واحد من لقاء المرتقة في بروكسيل يجمع وزراء خارجية الدول الثلاثة ونظيرهم الإيراني جوى الظريف والذي بدأ جولة دبلوماسية تشمل الدول الموقعة للاتفاق الدووي مع عاد الولايات المتحدة لبحث مستقبل الاتفاق تابعات القرار الأمريكي أحادي الجانب كانت كذلك محوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وترامب وبحسب بيان للإليزي فقد أعرب ماكرون عن قلقه البالغ إذا استقرار الوضع في الشرق الأوسط في ضوء قرار ترامب الأخير ووسط حالة الضبابية التي تخيم على مستقبل الاتفاق النووي يرى محللون أن الحلفاء الأوروبيين يبدو أنهم مصممون على المضي قدما باتخاذ تحرك عملي لتقرير أوروبا لمصيرها بعيدا عن الحماية الأمريكية ما لم يجد جديد من جانب ساكن البيت الأبيض لنقاش الموضوع أحب بضيفين من لندن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج ومن واشنطن الكتب والمخلل السياسي السيد سعيد عرقات مرحبا بكم أبدأ معك سيد سعيد في واشنطن هل باعتقادك هل من أفق أمام هذه المحاولات الأوروبية المستمرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد قرار رئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النموي في ظل هذه المناخات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي وهذا التباين الحاد مع القراءة في البيت الأبيض بكل تأكيد أولا هذه دول عظمى وكبيرة ووقعت على هذا الاتفاق وتراه في مصلحتها كما أن شركاتها واستثماراتها الاقتصادية في إيران مهمة جدا فهي في تقديري معنية بشكل كامل بأن تحافظ على هذا الاتفاق وأن ترى كيف يمكنها أن تحافظ على هذا الاتفاق طبعا دون أن يكون هناك شرخ في العلاقة الأمريكية الأوروبية علما بأن هذا الرئيس وهذه الإدارة سيفعلون كل ما باستطاعتهم من أجل الضغط على الحليف الأوروبي كي يخفف من هذه الاقتصادات الاستثمارات وكي يجعل الانسحاب الأمريكي أكثر وتأثيرا لكن بالفعل إذا كانوا كما ذكرتم الأوروبيون مصممون على المضي قدما في تقديري أن هذا الاتفاق له نصيب كبير في أن يبقى علاقة للحياة بهذه المثابرة دكتور أحمد وهذه المواصلة والإصرار على بعكس المخاوف والقلق والتحذيرات الأوروبية من خطورة الخطوة الأمريكية هل تكفي؟ هل يعول عليها؟ هل من أثر سياسة ملموس باعتقادك ودبلوماسي لها على مصير هذا الاتفاق؟ أن المشكلة بين أوروبا وبين إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تكمن في النظر إلى الاتفاق يعني هناك قواسم مشتركة يمكن أن يتوصل إليها الأوروبيون ويحلوا الإشكال بمعنى أنهم سيعدون النظر في ما بعد عام 2030 أي لا يمكن لإيران بعدها أن تطور سلاحا نوويا وسيعدون النظر أيضا بسلاح الباليستي وبتوسع إيران هذه القضايا الثلاث يمكن التوصل مع أمريكا حولها لكن اكتشف الأوروبيون أن ترامب لا يريد هذه القضايا فقط هو الآن حسب كل المؤشرات يتجه نحو زعزعة النظام الإيراني وأسقاطه يعني هو لم يعد ينظر فقط إلى الاتفاق النووي وقضيته هو يذهب أبعد من ذلك وهناك المتشددون حوله ومنهم جول بولتون وبومبيو وغيرهم يرون أن الوقت مناسب الآن هناك تململ داخل النظام الإيراني من الوضع الاقتصادي وتململ من القبضة للنظام على الحياة الخاصة وبالتالي فإنهم قاء يرون إذا ما شددوا الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني فأنه سينفجر من الداخل وأن أمريكا بذلك تتخلص من السلاح النووي ومن مشكلة إيران في منطقة الشرق الأوسط هذا هو الخلاف الحقيقي بين أوروبا وبين ترامب أوروبا لا توافق على هذه النظرة وبالتالي تحاول تغييرها ضمن النقاط الثلاث التي ذكرناها ما رأيك سيد سعيد وفق القراءة في واشنطن هل المسعى الأمريكي لترامب وفريقه للتوصل لصياح جديدة معدلة محسنة تتطرق إلى هذه المخاوف الثلاث أم الرؤية لدى فريق ترامب ربما أبعد من هذا التصور بكل تأكيد ترامب ومستشاريه على الأقل مثل بولتن جان بولتن كذلك اللابية الإسرائيلي القوي في هذا البلد ولا هو بأوجهه العدة يدفعون الإدارة من أجل الاتزام بتغيير النظام تماما كما فعلت إدارة الرئيس بوش بالنسبة للنظام العراقي عام 2003 علما بأن هناك فوار كبيرة بين طبيعة النظام الرئيس السابق صدام حسين وبين الوضع الحالي في إيران لكن هذا هو الاتجاه أنا أتفق مع ضيفه هناك دفعة قوية من قبل اليمين من قبل المجمع الصناعي العسكري من قبل أنصار إسرائيل للدفع لاتخاذ مناسبة والانتهاز الفرصة كما يقولون من أجل الدفع بهذا النظام والتخلص منه طبعا هم في تقدير تقديراتهم خاطئة لأن الوضع في إيران ليس متمل من كما كان عليه عام 2009 عندما كان هناك ثورة عمليا فبالتالي الوضع أكثر استدبابا الآن في إيران لا أعتقد أن الحكومة الحالية هي في وضع برتبك بإمكانها أن تفقد سيطرتها بسهولة التي تعتقدها الولايات المتحدة ولكن بكل تأكيد هذا الرئيس لا يريد أن يفاوضوا من جديد هو أي شيء أقل من عملية استسلام الإيراني بمعنى أنه ليس فقط التخلي عن السلاح النووي ولكن أيضا إدخال الصواريخ البلستية في ذلك قضية الانسحاب كما يقولون من مناطق تواجد إيرانية في اليمن في سوريا في لبنان وفي أماكن أخرى والآن يتحدثون عن وجود إيراني في منطقة الصحراء الغربية البلساريو ففي تقديري هناك ضغط مكثف ليس من أجل الاتفاق النووي الذي وصله الرئيس بالأسواب التاريخ ولكن من أجل تغيير النظام في طهران لكن في تداعيات تغيير الوضع القائم دكتور أحمد والإعلان الأمريكي عن الانسحاب من هذا الاتفاق وتغليض العقوبات الأمريكية على طهران نسمع اليوم تصريحات أيضا على لسان متشار الأمن القومية سيد جون بولسون يقول بأن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع طهران هو أمر محتمل هل يصل الأمر حد المواجهة الأمريكية الأوروبية الاقتصادية فعلا في تداعيات هذا الانسحاب الأمريكي يعني دعني أقول لك أن أوروبا لن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية هذه نظرة استراتيجية واضحة تماما لكنها ستحاول قدر الإمكان تغيير المسار الذي يتخذه ترامب عبر التلويح بأنها سترد إذا في حال ما فرضت عقوبات فرعية على شركاتها وأن مصالحها متضررة وهذا التصعيد الذي نراه في التصريحات الأمريكية هدفه ثاني الإدارة الأمريكية إلى الاستماع إلى ما تقدمه أوروبا وما تقدمه أوروبا هو في الفعل ما يريد ما تريده أمريكا لكن عبر طريق مختلف يعني كلاهما يريدان أن يحققان شيئا المشكلة أن كل منهما يرى طريقا مختلفا لتحقيقه وبالتالي هنا تكمن فرصة إيران إيران رأت هناك مجالا لكي توسع هذه القوة بينهما وبالتالي نرى نحن التصريحات خامئني يقول أنه لا يمكن الوسوق بالأوروبيين لأنهم بالنهاية سيذهبون ويصطفون مع أمريكا وزريف وروحاني اللذاني محسوبان على الخط المعتدي ليقولان على أوروبا أن تقف وتدافع عن مصالحها ونحن ملتزمون بالاتفاق النووي كل هذه القضايا نراها الآن في معرض الأخص والرد ما قبل التقرير النهائي لما يجري أنا أعتقد ردا على سؤالك أن الأوروبيين في النهاية ساقفون مع أمريكا لأن هذا خيارهم الأستراتيجي وبالتالي وبالتحديد بعدما يرونه من تهديد روسي لهم ولا خيار أمامهم إلا الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن سيد سعيد هل بينما نسمع على لسان روحاني اليوم حديث عن إذا ظلت المصالح الاقتصادية قائمة لطهران لا ضير في الاكتزام بالاتفاق لكن هل المصالح السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للطرف الأوروبي هي فيما من فعلا من هذه النزعات وهذه التوجهات لدى ترامب وفريقه شوف أنا أعتقد أن الأوروبيين في نهاية المطاف سيختارون أن يقفوا وراء الولايات المتحدة إذا اضطروا لذلك إذا ما حشروا بالزاوية وطلب منهم أن إما معنا وإما ضدنا فبكل تأكيد الأوروبيين سيكونوا يقفون وراء الولايات المتحدة ولكن أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستضع الأوروبيين في هذا الوضع الحرج بالكامل بمعنى إما أن تكونوا معنا وإما أن تكونوا ضدنا وعدوا لنا هناك مسافة وهناك مساحة وهناك بعض الخلوق كما يسمى بعض المناطق التي يمكن للأوروبيين أن يستمروا بتصرفهم بنشاطهم الاقتصادي مع إيران دون أن تصل المرحلة لمرحلة القطيعة مع الولايات المتحدة من جهة أو القطيعة مع إيران من جهة أخرى لكن بكل تأكيد أن كلما اتخذ الأوروبيون موقفا متشددا مع الولايات المتحدة كلما أصبح موقع رئيس مثل الرئيس روحاني أو فريد ظريف أصبح موقعهما أكثر إرباكا وأكثر ارتباكا وأقل شعبية في إيران هذه العودة دكتور أحمد للطرف الأوروبي لمشاركة الطرف الأمريكي في توجهاته وسياساته هل تكون عودة طواعية لذلك توافقا انسجاما حتى بالرغم من هذه المناخات أم عودة على وقع التصعيد والتلويح بفرض عقوبات حتى على المصالح والشركات الأوروبية والمصالح الاقتصادية دعني أقول لك أن أوروبا في أضعف حالاتها الآن أوروبا بسبب أزمة عودة اليمين المتشدد وضعف التيار الليبرالي والتشكيك في العالمة والتوسع الروسي القيادات الأوروبية الآن ضعيفة وليست متفقة أنت تنظر إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكلهما مختلفون على قضايا عدة بريطانيا تريد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تراهن على علاقات تجارية قوية مع إدارة ترامب وكذلك ألمانيا ليست بالقوى العسكرية المثالية بسبب تاريخها وبالتالي تراهن أيضا على حماية أمريكية رغم أنها تتوجه الآن لأن تقوم بحماية لذاتها الأوروبيون من هذا المنظر ومن سبب الأخطار التي تحيط بهم من هجرة ومن اتحاد سوفيتي ومن إرهاب وغيره لا يستطيعون في نهاية المطاف أن يسيروا بخط مناقد للخط الأمريكي ويفرضوا عقوبات مضادة على شركات أمريكية هم في النهاية متفقون متفقون على أن إيران ليس لها الحق في تطوير سلاح نووي وأن عليها التراجع عما حدثته من انتصارات في منطقة الشرق أوسط أو تمددات وهناك حل لهذه المشكلة بالمفاوضات الإدارة ترامب ترى أن ذلك ليس صحيحا وأنا أعتقد أن الإيرانيين يحسون بأنهم في النهاية سيواجهون موقفا مشتركا لذلك نحن نسمع تصريحات المقرب من ظريف وهو مستشار نسيت اسمه ويقول أنه في حال أن الأوروبيون بدأوا يذهبون إلى اتفاق مع أمريكا فسنحن سنظهر أسماء الأوروبيون الذين تلقوا أموال مننا للضغط من أجل هذا الاتفاق النووي وبالتالي المسألة كما تراها هي كما قلت أولا لم تصل إلى نهاياتها بين أخذ ورد لكن التصور النهائي معروف وهو أنه إيران يعني هناك أجمع على أنه ليس لها الحق بتطوير هذا السلاح النووي لكن الموقف الأوروبي دكتور أحمد الذي أشرت إليه من تحديات كبيرة تحيط به إليه مدى بإمكانه فعلا تحمل هذه النزعات لدى الرئيس الأمريكي وهذه المحاولات لتجريف كثير من الوقائع على الأرض سواء الانسحاب من الاتفاق النووي المساس باتفاقية المناخ حالة التجريف الكبيرة للوضع الراهن في الملف الفلسطيني الإسرائيلي هل بإمكان أوروبا فعلا تحمل الكثير من هذا الرئيس؟ يعني أوروبا بالطبع يعني تعاني من هذا الرئيس لكنها ترى أن المشكلة ليست مع الرئيس المشكلة إنها ستمرر أربع سنوات وبعدها يحدث شيء تعراه يعني العودة إلى المسار الطبيعي هذا ما تتصوره وبالتالي لا تريد خلال هذه السنوات القليلة أن تحدث شرخا في العلاقة مع دولة مهمة جدا يعني تاريخيا وثقافيا ودينيا وإلى ما آخره هي ستصمد وتتقبل هذه القضايا التي يسيرها ترامب على أمل أنه إما أنه يتفهم موقف الأوروبيين أو أنه بعد أربع ساعات سنوات من حكمه ستعود الأمور إلى مصاري الطبيعي لكن سيد سعيد مع غياب هذا التفهم الأمريكي للقناعات أو التوجهات الأوروبية يبروز هنا الدور الصين الروسي وحتى سمعنا دعوات بريطانية وحتى أيضا جاءت على لسان موقريني لروسيا لأن تلعب دورا ما لتليين مواقف طهران أو دورا للوساطة بين الغرب وطهران في ظل هذه المناخات هل أحد إفرازات هذه السياسات الأمريكية تكون دفع الطرف الأوروبي أكثر للوقوف على أرضيات مشتركة مع الطرفين الروسي والصيني؟ قد تقاد الأمور بهذا الاتجاه بكل تأكيد الولايات المتحدة تريد أن تضغط على الأوروبيين كي يضغطوا بدورهم على روسيا كي يضغطوا بدورها على إيران لأنه الآن واضح تماما أن الصين وروسيا هم الدولتين القادرتين على التأثير على طهران وقرارة طهران خاصة في منطقة الشرق الأوسط حقيقة أن إيران أو الاتفاق النووي هو اتفاق بالغ الجودة وفق كل الخبراء في هذه العاصمة أيضا وهناك أنا أؤكد لك أن هناك شعور بالمرارة في أروقة مراكز الأبحاث والفكر هنا في العاصمة الأمريكية بسبب انسحاب الرئيس لأنهم يعتقدون أن الاتفاق الذي تبكن كيري من تحقيقه وزير الخارجية الصابق هو اتفاق جيد لا يسمحه بإيران بامتلاك القنبلة النووية أو القيام بهذه النشاطات قبل 2030 على الأقل ومن ثم هناك مجال للتجديد لكن في نفس الوقت هناك شعور بأن إيران تتدخل في شؤون المنطقة وهي بذلك تحارب المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط فإذا هم يريدون من الأوروبيين أن يضغطوا على روسيا أن تضغط على إيران كي تخفف نشاطاتها بسوريا بالدرجة الأولى لأن هذه منطقة تلاحب مع إسرائيل يخفف نشاطاتها في اليمن لفسح المجال أمام تحول سياسي وإلى آخر فبكل تأكيد هناك قناعة في أوروبا كما أن هناك قناعة هنا في هذه العاصمة أن روسيا لديها الكثير من الأثر على ممارسات وتصرفات وقناعة طهران شكرا جزيلا لك وقت هذه الحلقة انتهت تماما من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي السيد سعيد عرقات ومن لندن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج شكرا جزيلا لكم مشاهدين شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء